بسم الله الرحمن الرحيم أعزائي المشاهدين أهلاً ومرحباً بكم في هذا الفيديو الجديد أود شكركم المتتبعي قناتي شكراً جزيلاً لكم قبل البداية لا تنسوا الضغط على زر الاشتراك والإعجاب بالفيديو ليصلوا بكم الجديد إذن بعد تدريبات مانشستر سيتي اليوم تكلم النجم الجزائري رياد محرز لقناة أرامسي سبور وقال أن الخسارة في هذا الوقت من الموسم صعبة وستشكل ضربة قوية للفريق بسبب الرغبة في تقليص الفريق مع ليفيربول وأضف كذلك اللعب جزائري بأنه تبقى العديد من المباريات وسيحاول الفريق تصحيح الأمور وأن الأهم في هذه اللحظة هو أن يكون لجميع المتحدين أكثر من أي وقت سابق أما فيما يخص عدم مشاركة اللاعب في المباراة قال رياد محرز أنه لا يوجد لاعب في العالم لا يحب المشارك لكن اختيارات المدرب تبقى دائماً فوق كل اللاعبين وأذكركم أعزائي المشاهدين أن السيدي خسر بثنائية مقابل هدف أمام فريق نيوكاسل أعزائي المشاهدين أشكركم بجلس شكراً على المتابعة دمتم فراعة الله وحفظه والسلام عليكم